هناك نقطة مهمة جدا أن الرئيس أوباما قبل أربعة أيام من زيارته سمتها الاسوشييتد بريس زيارة أنه سوى زيارة وقام بزيارة غير اعتيادية للسي اي اي وقيادة السي اي اي لسبب تفعيل فكرة الخطة با فيما يتعلق في الملف السوري فأنا أعتقد أن أوباما لا يريد أن يأتي للمملكة العربية السعودية بأيدي فارغة فهذا دليل آخر على أن الولايات المتحدة الآن بدأت إلى حد ما تصحح مسارها وتحاول بقدر الإمكان في حال فشل مفاوضات ديمستورة التي للأسف الشديد أثبتت أنها كل ما لها بتفشل من كثر المحادثات سواء في فينة أو في جينيف وغيرها فأعتقد أن الحل الحقيقي سيكون من قبل التحالف الإسلامي بالتضامن مع القوى العظمى وبالذات الولايات المتحدة في دعم المعارضة المعتدلة بالذات بالسلاح الأرض جو وبقوات برية ذكية تعمل على قلب الأمور وقلب الطاولة على التنظيمات الإرهابية المتواجدة ترجمة نانسي قنقر